بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في قناة انجليزي الابتدائي مع السنة السمان. وصلنا النهاردة ان شاء الله لصفحة مية وتسعة تشر من كتاب ستيب اهد. مية وتسعة تشر من كتاب ستيب اهد. عليها ايه? درس التالت في يونت فايف. لو حابب تتابع معنا نفس المنهج ده موجود معك على القناة من كتاب المعاصر. المفردات الرئيسية. عندنا كوميونيتي. كوميونيتي يعني مجتمع. يعني ايه مجتمع? هو عبارة عن مجموعة الافراد العيشين في مكان واحد. زي مثلا البيبار والصغار. وكل الوظائف اللي شغالة زي المهندسين والاطباء والعمل. كل دول سكنين في مجتمع واحد. نقول عليهم ايه? كوميونيتي. كوميونيتي مجتمع. طيب هنا. لوكل هومز. لوكل هومز يعني بيوت محلية. يعني ايه بيوت محلية? هي البيوت اللي سكناها الاهالي. البيوت اللي سكناها الناس. مش بيقصد بيها المساكن او بيقصد بيها ايه? المباني الحكومية. ما بيقصدش المباني الحكومية. زي المدارس والمستشفيات وكزا وكزا. لا. هو بيقصد ايه? البيوت اللي هي الناس بتسكن فيها. طيب هنا عمال. مفردها عامل. عمال. عمال في اي مجال. طيب هنا بزنس بزنس يعني ايه? عمال. طيب لما اقول بزنس يعني اعمال. بزنس اعمال. طيب هنا سبيشل سبيشل يعني خاص. سكيلز مهارات سبيشل سكيلز سبيشل سبيشل سكيلز يعني مهارات خاصة. طيب نشوف هن عندنا الكلمة الكبيرة دي اسمها ايه? ادفانتاج. ادفانتاج لحد هنا كده معناها ميزة. طيب هنطلها اس هتبقى ادفانتجز يعني مميزة. طيب احنا ممكن ادفانتجز دي معناها مميزة. وفي كلمة تسويها اسمها ايه? اسمها بروز. بروز. اسمها بروز. هنكتبها. هادي نكتب الكلمة دي لو انت حبيت برضو تحفظها. اه دي بروز. اللي هي ايه? معناها برضو مميزة. اوكي? هادي الكلمة دي هتساوي بالزبط. طيب هنقول ايه? يعني عيوب. جبنا دي وحطينا قبلها عشان تفيد ايه? العكس نقول يعني عيوب. طيب دي لها كلمة برضو هتسويها. ايه الكلمة. الكلمة اسمها كونز. كونز. اه كونز يعني ايه? عيوب. طيب هنا احنا نشوف هارد هات. هارد هات ليه الخوزة. خوزة دي بيلبسها العمال. هارد هات. هارد هات. او ممكن المهندسي في طبقات معينة من العمل بتحتاج ايه العمل الشاق. بيستخدمه ايه الخوزة دي? هارد هات. هارد هات خوزة. طيب هنا تولز. تولز يعني ادوات. او العدة اللي بيستخدمها ممكن النجار او الكهربائي. ايه ادوات يبقى ايه? تولز. تولز ادوات. ريبير شب. ريبير شب يعني ورشة. اساسا لو خدنا الجزء الاولاني ده معناها يصلح. يصلح شيء. معناها محل. طيب خلاص ده محل الاصلاح. ايه? السيارات مسلا. فنقول ايه? يعني الوارشة. او وارشة. نشوف هنا عندنا كلمات تانية زي ايه? ويجي بعدها اسم مكان. يصل الى. يعني يكسر. او ينكسر. يعني يبتل. يعني ينقط. ينقط او يتساقط. يتساقط عن طريق ايه? نقط. تبقى ايه? ايه? ترك. ترك شاحنة. ترك شاحنة. ريبين. نشوف ايه ده? different. different يعني مختلف. بيتكلم عن الصفة مختلف. مش بيتكلم عن الادوات دي. لا. بيقول اني different معناها مختلفة اشياء مختلفة. interesting. interesting يعني ممتع. interesting ممتع. او شيق. boring عكسها. يعني ممل. boring ممل. important يعني مهم. او اهم. important. healthy يعني يتمتع بصحة جيدة. healthy يعني بصحة جيدة. طب نشوف هنا صفحة نية وعشرين. فيها ايه? الصورة طبعا ممكن تكون مش واضحة كويس. بس ايه? احنا اعتمد على الكلام ده وهنفهم منه ان شاء الله. بقول ايه? workers in our community. هنا بيقول read and learn. اقرأ وتعلم. workers in our community. اخدنا workers يعني عمال. in our community. في مجتمعنا. ملهم. do you like helping people? هل تحب مساعدة الناس? in our community. في مجتمعنا. we can all help each other. يمكننا ان نساعد بعضنا البعض. each have special skills. لديها مهارات خاصة. to help us. لتساعدنا. together يعني معا. يعني نحن معا. كلنا. ايه? we help each other. نحن نساعد بعضنا بعضا. اهي? each other. and make our city or village a nicer place to live. and make يعني ونجعل our city or village. مدينتنا او قريتنا a nicer place. يعني مكان افضل. مكان الطف. to live. لنعيش في. for example. على المسال. على سبيل المسال. ايه? a bus driver helps a builder. a bus driver. الوسائق الوتوبيس. ماله. helps. يساعد. a builder. ايه? يساعد عامل البناء. في ايه يا ترى? to get to work. مش هو عامل البناء. عشان يوصل للعمل بتاعه. محتاج. bus driver. يبقى ايه? to get to work. يذهب للعمل. طيب هنا. when the bus breaks. يعني عندما يتعطل البس الوتوبيس. طيب ايه اللي هيحصل لو تعطل الوتوبيس. هنقول. the bus driver. سايق الوتوبيس needs. يعني يحتاج. ازا ميكانيك بيحتاج مين? ميكانيك علشان يصلح ايه? الوتوبيس. ايه هو. to fix the bus. ليصلح الوتوبيس. all the local. all the local homes. يعني كل المنازل المحلية. يعني المساكن اللي بتسكنها الاهالي. الناس. and businesses. والاعمال. need a mail carrier. يعني يحتاجون الى mail carrier. اللي هو ساعي البريد. to deliver. يعشان يستلم. لكي يستلم the packages and letters. يعني يستلم الطرود والخطابات. يبقى كل المنازل. كل اماكن الاعمال او الاعمال. كلها دي دول كلهم بيحتاجوا ايه? يساعي بريد يستلم ايه? او يمسلم ايه? الطرود والخطابة. we all need the garbage collector. نحن جميع. نحتاج ايه? garbage collector. اللي هو ايه عامل القمامة. to take away. عشان يبعد. our garbage. اللي هي القمامة. and keep our streets clean. ويبقي او يحافظ على شوارعنا نظيفة. we can all help each other. يمكننا جميعا ان نساعد بعضنا البعض. it's the right thing to do. انه الشيء الصواب لنفعل. and it feels good. ويبدو جيدا يشعرنا باننا ايه? جيدين. طيب هنا هو يقول ايه? we all like different things. نحن جميعا نحب اشياء مختلفة. some jobs are interesting for some people. يعني بعض الوظائف شيقة ممتعة لبعض الناس. but they are boring for they are boring for other people. لكنها تكون غير ممتعة. مملة. بالنسبة لناس تاني. all the jobs are very important. يعني كل الوظائف هامة جدا. طيب احنا اتكلمنا عن ايه كده? اتكلمنا عن workers in our community. يعني العمال في مجتمعنا. بدأ يتكلم عن كل وظيفة ازاي? هو بيعتمد على حد تاني. يعني احنا لازم نساعد بعضنا بعض. طيب هنا. هيتكلم للوقتي عن ايه? this. this معناها هذا. that برضو معناها هذا. بس هنشوف ايه الاختلاف اللي بينه? these those. طيب هنا اخد اول واحدة نقول ايه? this. this معناها ايه? هذا او هذه يجي بعدها is. واخد البالك يجي بعدها ايه? this is. this is. يعني هذا او هذه المفرد القريب. المفرد القريب. يكون ازاي قريب? يعني انا وبتكلم الشيء ده قريب مني. خلاص? طيب هنا. ده الاستخدام بتاعه وده المثال. احنا هنفهم من خلال المثال. بيقول ايه? this is the socket the electric the electric is fixing. يعني هذا هو القابس الذي يثبته اللي هو ايه? الكهربائي. يبقى اخدنا ايه? this is. this is معناها هذا او هذه. this على طول نحفظ نيه وراها. is. بتتكلم عن شيء مفرد عشان كده بتاخد is. طيب هنا نشوف صفحة مية واحدة عشرين لسا هيكمل باقي القاعدة بتاعتنا. that is. that is. دي الايه? لهذا او هذه بس للمفرد البعيد. المفرد البعيد. يعني ايه? البعيد. far from the speaker. يعني بعيد عن المتحدث. انا وبتكلم كده عن الشيء. هو بعيد عن مثال اهو. that's that's the water dripping from the faucet. يعني هذه هي الماء التي تتساقط من الحنفي. these are. طيب. these are. دول ايه? هؤلاء. للجمع. بس الجمع ايه? القريب. يعني ايه? near to the speaker. يعني قريب من المتحدث. اسمها ايه? these are. these are. تاخد وراها there to be are. عشان بتتكلم عن حاجة جمع. طيب هنا. نقول المثال. these are the plumbers tools. هذه ادوات السباك. طيب نشوفه حاجة تاني. ايه? those are. those are. دي هؤلاء للجمع. بس للجمع ايه? البعيد. يعني بعيد. far from the speaker. يعني بعيد عن المتحدث. طيب شايفين دول? دول خوزتين. طيب. نقول عليهم ايه? those are. those are the builders hard hats. يعني هذه هي خوزات ايه? البلدر اللي هو عامل البناء. استخدمنا those. وبعد كده تيجي وراها are. يبقى these. those هم الاثنين ياخدوا بي are. لكن this with that. ادي ذات اهي. وادي. this هنا يجي بعدهم verb to be is. عشان نقول للمفرد. اوكي? طيب نشوف هنا exercises on lesson three. تدريبات على الدرس التالتي اللي احنا اخدنا دلوقتي. read and match the pictures to the sentences. يعني اقرأ واصل الصور بالجمع. نشوف اول حاجة هنا number one بيقول ايه? that's the bus driver's bus. طيب. عايز يقول ايه? هذا هو الاوتوبيس اللي بيسوقه مين او بيقوده مين قائد الاوتوبيس اللي هو آآ سائق الاوتوبيس طيب. هنشوف الجملة دي هتنطبق على انهي صورة. هتنطبق على صورة c. يعني هنكتب هنا one. اوكي? هنشوف هنا. this is the socket the electrician is fixing. هذا هو القابس الذي يثبته مين? electrician اللي هو الكهربائي. هتلاقيها فين عند جي. اهي جي. يبا هنكتب هنا تو. اهي دي القابس اهو. طيب number three. دول. that's the garbage collector's truck. هذه شاحنة ايه? عامل القمامة. فينها? number three هتلاقيها هنا ادي الشاحن. يبا هنكتب هنا three. number four. there are the plumers tools. يعني اه يوجد ادوات اللي هو ايه? السباك. يبا ناخد كده number four. هندور على الصورة بتاعتها هنلاقيها فين فين اهي عند دي. يبا هنكتب هنا four. نشوف هنا number five تقول ايه? that's the mail carriers by skill. يعني هذه هي دراجة حامل الخطابات او ساعي البريد. فينها? هتلاقيها عند هنا ايه? فهتكتب هنا five. number six بيقول ايه? this is a car the mechanic is fixing. هذه السيارة التي يصلحها الميكانيك اللي هو مين? الميكانيك ايه? طيب هنشوف هنا number six فين الميكانيك ده? نلاقيها في number f. يعني هنكتب هنا six. طيب فضلا معنا واحدة بتقول ايه? those are the builders hard hats. هذه هي خوزات ايه? builders اللي هو عامل البناء فينها هذه الخوزات يبقى هنكتب هنا seven. طيب نشوف هنا صفحة مية 22. فيها بقى الاكسرسايز بتاعنا بيقول ايه? match the sentences to the pictures. وصل الصور بالجملة. الجملة بتقول ايه? that mail carrier ساعي البريد. is delivering letters. يعني يسلم خطابات. طيب فين ها? هتلاقيها هنا عن C. فين C اهو بساعي البريد? يبقى هنكتب هنا C. ما عن كده شوي. طيب هنا. يعني هؤلاء الميكانيكس اللي هم العمال الميكانيكا بيعملوا ايه? يعملوا في الورشة. فين ها الورشة? هنشوف الورشة هتلاقيها هنا اه العمال بيشتغلوا هنا. يبقى هنكتب هنا A. بيقول ايه? this bus is taking me to school. هادا الاوتوبيس ياخذني مدرسة فين ها اه البنت دي كده? عند الاوتوبيس يبقى هنكتب هنا D. number four. these builders are building the new hospital. هؤلاء العمال البناء يبنون مستشفى جديد. طبعا دي هتكون رقم B. اهي موجود هنا. نشوف بعد كده النبرة سوية بيقول ايه? complete the sentences using. باستخدام. باستخدام اما this. يا اما that. او these او those. طيب هنقول اول حاجة ايه? children. شايفين دول? جمع. طيب. ايه دي دي اسمها? A. ضربته ب. A. طالما في A. يبقى احنا هنا اخد يا اما this. يا اما those. طيب هنا الاطفال كده قريبين. يبقى هنستخدم. هنقول اول حاجة هنا. هنكتب كده. يا دي. يعني هؤلاء اطفال. طيب. هنا. عايز هنا نكتب حاجة. ونقول. طالما قلنا is. يبقى هناخد حاجة من اتنين. يا اما this. يا اما that. طيب. هنبص للصورة. ساعة البريد كده. بعيد ولا قريب مننا. احنا وبنتكلم. اعتبر ان انت واقف هنا كده. انت وبتقول الجملة. هو كده بعيد. يعني هنقول ايه? ذات. يلا هنكتب ذات. اه دي ذات. هنا بيقول ايه? is my mom. طالما قلنا is. يبقى عليه على طول عيننا اما على this او that. طيب احنا بنتكلم كده الام قريبة جدا مننا اهي. هيبقى هنقول this. هذه this. اما هنا دول اوتوبيسات. اوتوبيسات هنقول كزا. هنا اول حاجة اسم اشارة هنقول. طالما are. يبقى يا اما this. يا اما those. طب هم كده بعيد عنينا الوراء يبيد? لا. طبعا بعيد. احنا قلنا هنعتبر ان احنا في الجملة كده. واقفين في المكان هنا بتاع الجملة. يبقى دول هنقول عليه. those. اه دي. those يعني هؤلاء اوتوبيسات. او هذه اوتوبيسات. طيب هنا. عندنا فاصل. فاصل هي الحلفية. احنا محتاجين اما this. اما that. هنقول ايه? هن هي قريبة مننا. يبقى نقول this. ها دي this. طيب هنا. is a socket. is يعني هناخد ايه? يلا اما this. اما that. طيب. الشيء اللي احنا متكلم عنه هنا socket. اللي هو القابس. طيب نعمل ايه? يبقى القابس كده? بعيد. طالما بعيد يبقى نقول that. ها دي that. يعني ايه? هذا للبعيد. المفرد طبعا. طيب دول ايه? wires. wires يعني اسلاك. اهو. are wires. يبقى جمع. طالما جمع يبقى نقول ايه? these. او those. طب ده قريب ولا بعيد? ده قريب. يعني ايه? these. يبقى هنقول كده. اهي. these. يعني هؤلاء بس القريب. الجمع القريب. طيب هنا. are plugs. هي الفيش. ايه دول طبعا جمع. طيب طالما جمع. هنا في ار. يبقى نقول اما this. اما those. يلا هيقرر? هم بعاد عننا ولا قريبين? لا هم بعاد. يبقى هنقول ايه? those. هنكتب كده او those. اوكي? طيب هنا. هنشوف صفحة مية. تلاتة وعشرين فيها ايه? choose the correct words. يعني اختار الكلمات الصحيحة. هنختار these is? ولا that? ولا those? is my bike. يا طرى فين مفتاح الاجابة بتاعتنا? مفتاح الاجابة هو is. is دي معناها ان احنا عايزين حاجة مفرد. دي بايك دراجة واحدة. يبقى على طول هنختار ايه? that. هنجيب القلم كده. وهنختار that. قلنا ليه? عشان is دي تستخدم مع المفرد. اما that اما this. وادي بايك دي واحدة بس مفردة. اما these with those. دي بتستخدم مع ايه? الجامع. number two. this ولا these ولا that? are my friends. اهي خلاص بقيت واضحة. هادي are اللي احنا بنستخدمها مع الجامع. وادي friends اهي حرف الاس بيقول ان ده جامع. طالما جامعي هنستخدم ايه? these. اهي. لكن this و that للمفرد. نشوف هنا. those this that are tall trees. are للجامع. وادي trees جامع. يبقى احنا عايزين حاجة للجامع هنا مين فيهم? those. لكن دول مفرد. طيب هنا. these ولا those ولا this is my sister. is يعني مفرد. مفرد يعني? فين المفرد في دول? اهي. this. نقول this is my sister. هازي هي اختي. لكن these و those دول مين? دول لجامع. يجي بعدهم are. منوش is. number five. this. هنقول ام ولا is ولا are. a nice photo. nice photo يعني صورة لطيفة. طيب ادي بتدل على المفرد. اه بتدل على المفرد. انها واحدة فقط. طالما واحدة فقط. يبقى هنقول this is. اهي. this is. اوكي? number six. هندينا those. هنقول those. am ولا is ولا are. big buildings. هنختار ايه? قلنا طالما those. يبقى عايزين are. those. تاخد are. وكمان في دليل تاني. the buildings. اهي فيها is. يعني جمع. number seven. هنقول ايه? that. that يعني خلاص. احنا عايزين ايه? is. اهو. غير ما نتعرف نفسنا. that. تاخد is. our school. بس. يعني اوتوبيس مدرستنا. اهو. طيب هنا. these. these. these يعني ايه? are. فين? are. اهيه. green leaves. يعني هذه اوراق خضراء. وادي leaves. فيها is. يعني جمع. number nine. this هو اللذت. هو اللذيث. ولذيث. is اه. is the moon. is the moon. هنختار ايه? طرح ما فيه هنا? is. يبقى عايزين. يا اما this. يا اما ذات. طيب هنختار ايه طرح? هنختار ايه يا طرح? هنختار ذات ليه? لاني دامون. قمر. هو القمر قريب مننا? لا. بعيد. يبقى نختار ايه? ذات. للبعيد. للمفرد البعيد. number ten. هنا بيقول ايه? that. ولا these? ولا those? are the stars. ايه دي ايه لجمع. يبقى احنا عايزين ايه? ايه اما this. ايه اما those. طيب ستارز دي النجوم. النجوم دي بعيدة ولا قريبة? طبعا بعيدة. يبقى ناخد ايه? those. لكن that دي للمفرد. وذيس بس قريب. وحنا قلنا stars يعني بعيد. يبقى those. number 11 هنا بيقول these those this are my hands. طالما are يعني يبقى عايزين ايه? ايه? ايه اما this. ايه ايه ايدية. ايدية ايدية انا يعني قريبة جدا ليا. يبقى محتاجين ايه? اه 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 اه. يعني عايزين مفرد. مين فيهم مفرد? this with that. طيب مينوز. مينوز دي قريبة جدا 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 ميني? ايه? 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 طيب نشوف هنا اختار وظيفتين اتنين. تفكر في يعني اتنين ميزة و اتنين من العيوب لكل واحدة. يعني تختار وظيفتين وكل وظيفة تقول لها اتنين انجابيات و اتنين سلبية. نشوف هنا مثال بيقول ايه? يعني جامع القمامة او ايه? جامع القمامة ماله. is outside all day. يعني بالخارج طوال اليوم. عندما تمطر. يعني يبتل. يتعرض للبلد. but the garbage collector is happy. لكنه سعيد. because he helps to clean. يساعد في تنظيف the city and مدينة. لكن هو كده سعيد لانه بيساعد في تنظيف المدينة. he is healthy. هو صحي. because. لانه. he walks everyday. هو يمشي كل يوم. طبعا ومشي ده شيء صحي. نشوف هنا انا هقول ايه عن الوظائف اللي اخترته. كل واحدة هيختار وظيفة. ويكتب لها مميزات وعيوب. هنشوف هنا اول حاجة. انا اخترت هنا. an electrician. an electrician اللي هو الكهربائي. ماله. an electrician connects electricity. يعني الكهربائي يوصل الكهرباء. it is dangerous. انها خطيرة وظيفة دي. خطيرة الكهرباء خطيرة. he may get an electric shock. يمكنه ان يتعرض لصدمة كهربية او سعقة كهربية. he can get a burn. هو يمكنه ان يتعرض لburn حرق. but. لكن. نحن كده قلنا. this advantage. اللي هي السلبيات. دلوقتي هنقول الايجابيات. اللي هي ايه? but. لكن. he is happy. هو سعيد. because. لانه. he connects electricity. يوصل الكهرباء. he can watch tv. and see a lights. and use lights. use lights. يعني يستخدم الضوء او النور. يمكنه ان ينشاهد التلفاز ويستخدم كمان الانوار. طيب هنتكلم عن حد تاني اللي هو ايه? a driver. driver اللي هو السائق. ممكن يكون سائق وطبيس اي حاجة. a driver. ماله يعمل ايه? drive to many places. يعني يقود لي many places لاماكن عديد. he may get tired. he may get tired. يعني ربما get tired معناها يتعب. ربما يتعب او يشعر بالتعب. he can't get he can't see his children. كمان ما قدرش يشوف ايه? اطفال. دي تعتبر ايه? سلبيات. يعني dis advantage. but. لكن. he can't see many places. يمكنه رؤية الكثير من الاماكن. and meet a lot of people. ويشاهد او يقابل كثير من الناس. احنا كده قلنا انجيبيات وسلبيات لكل وظيفة فيه. كده احنا وصلنا صفحة كامية 23. خلص الليسم بتاعنا. وكمان حللنا عليه. نلقاكم على خير ان شاء الله. علشان نشوف في الوحدة الجاية. تابعونا على قناة انجليز ابتدائي. مع مساني السمان. والسلام عليكم ورحمة الله.